تحياتي يا أصدقائي العد التنازلي لبطولة كأس آسيا قطر يعني بدأ ونحن صرنا قابة قوسين أو أدنى من بداية البطولة الأسيوية تسعة أيام لبداية كأس آسيا بهذا الفيديو رح أحكي توقعاتي لدور المجموعات وتوقعاتي لمنتخب سوريا بهذه البطولة إذا عم تشوفني معناك مشترك بالقناة تنزيل اشترك وضغط لايك وتعليقكم كالعادة كتير مهم أصدقائي نظام البطولة الأسوية هذه المرة يعني يعطي أمل كبير للسوريين بأن يروا منتخبهم لأول مرة في الدور الثاني لماذا؟ لأنه في عنا ست مجموعات حيث أهل أول اتنين يعني صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة للدور الثاني إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الستة وبالتالي فرصة منتخب سوريا كبيرة جدا 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 بأن يكون فيه طبعا الدور الثاني لأول مرة في تاريخه بكأس آسيا حقيقة يعني وأنا بالنسبة لي وهذا رأيي أنه هو مطالب منتخب سوريا أن يكون في الدور الثاني بظل وجود اللاعبين اللي حكى عنهم بابلو وخليل وأيهم أوسو وهي المجموعة من اللاعبين وهكتر كوبر اللي صار له سنة مع منتخب سوريا فهو مطالب بأن يكون بالدور الثاني بغض نظر عن رأيي بعض المسؤولين باتحاد الكورة أنه ما أنا مطالب والموضوع إلى تصفيات كاس العلم أنا بالنسبة لي وبنسبة لأغلب الجماهير هو مطالب بأن يذهب بعيدا في هذه البطولة الآسيوية نسبة إلى مثل ما حكينا نظام التأهل لأول مرة في البطولة الآسيوية رح أحكي بداية مجموعة مجموعة توقعات مين بيتأهل منها وبالنهاية بدي أتحدث بالتفصيل عن مباريات منتخب سوريا أصدقائي مثل ما شايفين مجموعة الأولى في قطر الصين طاجكستان لبنان أتوقع أن يتأهل منتخب قطر وهو صاحب الضيافة بالصدارة المركز الثاني حيكون منصيب الصين وأتوقع أن ينافس لبنان ويعني منتخب لبنان منتخب متطور جدا في الأون الأخيرة وأنديتهم متطورة ويملك لعبين جيدين فأتوقع أن يتأهل عن هذه المجموعة ثلاث منتخبات قطر الصين ولبنان مجموعة الثانية التي فيها سوريا وأستراليا وأوزباكستان والهند سأتركها للأخير مجموعة الثالثة إيران الإمارات وهو كونغ وفلسطين أتوقع أن يتأهل منتخب إيران في الصدارة والإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني وإن شاء الله منتخب فلسطين يعني أتمنى وأأمل أن يكون بالمركز الثالث وينال هذه البطاقة المجموعة الرابعة منتخبات اليابان، إندونيسيا، عراق وفيتنام أتوقع أن تأهل منتخب اليابان ومنتخب العراق منتخبين فقط من هذه المجموعة المجموعة الخامسة أمريكا المجموعة الخامسة كوريا الجنوبية، ماليزيا، الأردن والبحرين أتوقع أن تأهل منافسة ستكون كبيرة بها المجموعة ولكن أتوقع أن تأهل منتخبين كوريا الجنوبية ومنتخب الأردن مجموعة السادسة منتخبات السعودية وتايلاند وقرغزستان وعمان وأتوقع أن تأهل منتخبات السعودية في صدارة تايلاند مركز ثاني وعمان رح ينافس وبتمنى أكيد يكون ينال بطاقة المركز الثالث حبايب القلب منتخب سوريا رح يفتتح مبارياته في المجموعة الثانية مع منتخب أوزبكستان 16 الشهر الحالي الساعة 8 ونص المساء بتوقيت دمشق أول شيء توقيت كتير مثالي لجمهور الكرة السورية يعني ملاعب كأس العالم يعني حيكون محسودين حقيقة اللاعبين ومحسود جمهوره كل من يتابع منتخب سوريا وحيشجع بهي البطولة منتخب سوريا مع أوزبكستان أتوقع أن تكون مباراة صعبة جدا لمنتخب سوريا لسيما أن المباراتين الوديتين لمنتخب سوريا غير منقولتين تلفزيونيين وبالتالي منتخب أوزبكستان ما هيكون في عنده هاي الصورة الكاملة عن منتخب سوريا وأتوقع يعني أن تكون مبارات مغلقة بينما هيكتر كوبر المدرب الأرجنتيني لمنتخبنا هو درب منتخب أوزباكستان لكأس آسيا الماضية وهو لديه كل الفكرة عن منتخب أوزباكستان ويعرف كون صغيرة وكبيرة وأظن أن تنتج هذه المباراة إلى نتيجة التعادل السلبي من دون أهداف بعدها يا حبايب الألب منتخبنا حيواجه منتخب أستراليا هذه المباراة يعني أنا صعبة جدا 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 وأعتقد أن منتخبنا لن يتمكن من الفوز أكيد أتمنى بدايةً أتمنى أن يفوز على أوزباكستان وأستراليا والهند لكن عم بعطي هيك شوية توقعات وأتمنى أن يكون العكس يعني مباراتنا مع أستراليا صعبة جدا وأتوقع أن يفوز فيها منتخب أستراليا مبارات الأخيرة حتكون مع المنتخب الهندي أي نعم المنتخب الهندي متطور منتخب الهندي يملك دوري مميز جل لاعبينه بالدوري الهندي يعني وجماعيرية بنعرف كثير كبير في الدوري الهندي وأيضا يعني بقطر الهنود يعني الجالي الهندية كبيرة وبالتالي أتوقع أن يكون فيه جمهور كثير كبير مساند لمنتخب الهند لكن يعني أنا أتوقع أنه هاي المبارات تكون من نصيب منتخب سوريا وبالتالي ممكن منتخب سوريا يحرز أربع نقاط بهذه المجموعة وينال بطاقة يعني المركز الثالث والأهل إلى الدور الثاني أكيد يعني هاي تمنياتي لمنتخب سوريا وبعرف أنا الأمال صعبة لكن أنا أعتقد أنه هكتور كوبر هو مطالب بتقديم شيء لمنتخب سوريا لأنه وجوده أيضا وبقاءه مع منتخب سوريا هو مرتبط بنتائج المنتخب بهذه البطولة بالتحديد يعني إن شاء الله هيك نشوف منتخب سوريا يكون مميز بهذه البطولة بالنسبة أيضا لتشكيلة منتخب سوريا وتوقعاتي لتشكيلة منتخب السوريا رح أحكيها في فيديوهات سيمكن أفضل أنا لعبين عن لعبين وكيف ممكن يلعب هكتور كوبر لكن يعني شوي هيك بكير خليلنا شوي نشوف حتى تكمل التشكيلة ويكونوا اللاعبين كلهم جاهزين لها البطولة منقل له سلامات لمارديك ماردكيان وأهلا وسهلا بعلاء الدالي طبعا بعد إصابة مارديك تم استبداله باللعب علاء الدالي وربما يعني تكون ربا ضارة نافعة كما يقولون متمنى أنه علاء الدالي أكيد ياخد دوره بمنتخب سوريا أجواء المعسكر جدا إيجابية أيهم أوسو غاب عن ميران أمس طبعا لواكة صحية وحيرجع لميران اليوم أجواء تكون في المعسكر أنه هناك أجواء إيجابية بهذا المنتخب منسجام اللاعبين أجانب كثير مهم فلا سيما أننا في عنا مبارتين وديتين مع قرغزستان وماليزيا واحدة بالإمارات وواحدة بالدوحة هذا الشيء يعني حيكون فكرة كبيرة للأرجنتيني هكتور كوبر حتى يبدأ بتشكيلة مناسبة في مواجهة المنتخب بأوزبك اللي هي مبارات أصعب ونتيجته هي مفتاح يعني خسرتنا المنتخب بأوزبكستان ربما تبعدنا نهائيا عن أملنا بالتأهل إلى أدوار مقبلة ولا شيء مستحيل في عالم كرة القدم يعني ممكن تخسر من أوزبكستان وتربح لأستراليا ما بتعرف هاي تفاصيل صغيرة تلعب دور كتير كبير لكن أهم شيء الروح تكون موجودة الطاقة الإيجابية وروح الإيجابية تكون موجودة في معسكر المنتخب الكل حيكون واقف خلف هذا المنتخب بأولا عمر السومة يلي صرح أنه هيكون هو من شجعي منتخب السوري أكيد يعني حكينا كتير عن أنا رأيي وما زلت وسوف يعني دائما أحكي فيه أنه أنا كنت بشوف عمر السومة لازم يكون متواجد وهذا الموضوع نتجاوزه وكلاياتنا حاليا وشجع هؤلاء اللاعبين يلي يعني برتدوا قميص المنتخب أكيد أصدقائي يعني تمنياتي بالتوفيق لمنتخب سوريا حلقات قادمة إن شاء الله هحكي فيه عن تشكيل المتوقعة